اشتركوا في القناة النجم المغربي حكيم زياش للائحة الأسود إسماعيل سيباري يتير الإعجاب بتألقه واحتفاله خاصة بعبد الحق النوري في تقارير مورشيستر يونيتد يعمل على إتمام صفقة تعاقد مع المغرب أمر بط قبل انتهاء المركات الحالية مصادر تؤكد اقتراب انفراج أزمة غانم رومانسيس بانتقاله للعب في الغرف القطرية يمر الدول المغرب عزد دين أونحي بوضع غامض مع نديه أونبيك مارسيليا رغم انطلاقاته القوية من الناد الفرنسي حيث تراجعت حضوضه مع المدرب الإسباني مارسيلينو الذي احتفظ به كإحتياته في آخر مبارتين وكشف الإسباني بابلو لونغاريا رئيس مارسيليا أمس في الندوة الصحفية على هامي الشقديم أحد أفراد طاقم التقني داخل النادي أن عزد دين أونحي غير معرور للبيع في الوقت الراهن في دلغي بأي عروض ولم يستبع رئيس مارسيليا تغير الوضع في أي لحظة حيث قال إنه ليس موضوعا مطروحا بقوة ولا جوجد عروض ولا جوجد لدى النادي أي نية للتحرك مع أونحي لكن في الفترة الانتقالات تظل احتماليا دائما مفتوحا هذا وقد كشف التقارير الإعلامي أجنبيا أن محيط اللاعب عزد دين أونحي يرغب في الانتقال الدولي إلى بايسان جرمان هذا الصيف كشف الناخب الوطني وليد الراقراجي خلال الندوة الصحفية التي يجريها صباح اليوم الخميس على الأسباب التي جعلته لا يستدعي الدولي المغرب حكم سياش وقال وليد الراقراجي في الندوة الصحفية الخاصة بالكشف على إحدى الفارق الوطني التي سيواجه المنتخب لبيريا وبوركين فاصو في التاسع والثاني عشر سمتمبر المقبل حكم سياش لم يلعب المباريات التحذيرية تركته مع فريقي ليحضر ويستعيد مسواها وأضف قائلا أنتم تعرفون أنني أتمد على حكم سياش سيعود في أكتوبر إذا شارك مع فريقيه ويصار إلى أن الدول المغربي حكم سياش وقع في الأسابيع قيل ماضية على عقد انتقاله إلى نادي غلطة سري الثوركي قادما من تشيس الإنجليزية قادما إليه في صفقة إعارة مع خيار شراء نصب النجم المغربي إسماعي السيباري نفسه نجما في مباراة إند هوبن وجلاك سورينجرز إكسلاندي الذي جرت أمس الأربعاء لحساب إيام دور الثمهيدي المؤهل لمجموعات من دور أبطال أوروبا وتألق سيباري في مباراة بيثناء يسجلها في الدقيقتين الخمس والثلاثون والرابع والخمسون محرز الأداء القوي الذي قدمه في المواجهة مؤمنا تقدم فريقه الهولندية إلى أن تمكن من إنهاء المباراة بخمسة أهداف مقابل وحيدة وإلى جانب تألقه الخاطف للأنظار آتار السيباري الإعجاب خاصة المغرب بإحتفال التي كانت لمواطنه عبد الحق النوري عبر إشارة إلى تاربعة وثلاثون الذي كان يحمله مع فريقه آيكس أمسر داما ويعد إسماعي السيباري من أبرز النجوم القادمين بقوة كما يرتخب أن يكون ضمن قائمة نهائية للناخب الوطني وليد الرجراجي والخاصة بالمعسكر المقبل أكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي مانشستر يونيتد يعمل على التواصل إلى اتفاق مع فيورنتينا الإيطالية من أجل حسم صفقة دول مغربي زوين أم رابط قبل انتهاء المركات الحالية وحسب المصادر ذاتها فإن مانشستر يونيتد يحاول الآن الاتفاق مع فيورنتينا على صفقة إعارة سوفيان أم رابط علماً أن اللاعب المغربي يرتبط بعقد مع نادي الإيطالي يمتده إلى غاية عام 2024 وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن يونيتد فكر في عدد من اللاعبين اللي جازي الصفوفي هذا الصيف بما في ذلك لاعب بيرم يونخ الألماني ريان جرافيش لكن لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالدول الهولندي ليعود بعد ذلك للتركيز على النجم المغربي سوفيان أم رابط كشفت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدول المغربي وعمل الأوسود غانم رومانسيس فتقريباً من الانتقال إلى نادي الغراف القطر نظراً لعدم قيده دمن قائمة الفارق الجديد السد بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم دمن صفوفها وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقل عن مصادرها قائد المنتخب المغربي في طريقه للانتقال إلى الصفوف الغرافة بعدما كان قريباً من نادي العربي الذي كان يفاضل بينه وبين الإيطالي ماركو فيراتي مدافع نادي بيسان جرمال فرنسية وينتظر الجمهور المغربي مصير عميد الأسود باهتمام كبير شأنه من ذلك شأن طاقم الثقنين المنتخب المغربي بقيادة وليد الرقريقي الذي بات في موقف صعب لتحديد لائحة استدعاء النهائية كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابات وقلة تنافسية ناهيكا عن وضعية قائد الذي لم يلعب الشرط الأول من الموسم مع ناديه السد في حالة لم يجد فريقاً آخر ينقذهم من العطالة والجدير بالذكر أن غانم رومان سيس كان قد انتقل إلى الصيف الجاري إلى السد القطري قادماً من نادي باشيك تشتركي في صفقة أشرف عليها الدول المغرب السابق مهدي بن عطية والتي تحولت إلى ورطة حقيقية واللاعب بعدما أخبر حديثاً بأنه لن يتم تأهيله لللاعب بسبب وجود فائد في عدد اللاعبين الأجانب في نادي السد القطري شكراً على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكراً على حسن المشاهدة